موسيقى صباحكم سعيد مشاهدنا الأفاضل وعيدكم مباركة في جديد الحادث المؤلم الذي حدث بالبقاع المقدسة سجلت ثلاث وفيات جديدة بين الحجاج الجزائريين ليرتفع بذلك عدد الوفيات بين الحجاج الجزائريين إلى سبعة قتلة وزارة الخارجية أوضحت في بيان لها أن الأمر يتعلق بكل من عبدالقادر الأخضر وشن أفرقادة من ولاية مراست ومرادر بيحة زوجة بوجليس من ولاية سطيفة من جهتها أعلنت وزارة الصحة السعودية عن ارتفاع عدد زحايا تدافع منا إلى سبعمائة وتسعة وستين قتيلا وتسعمائة وأربعة وثلاثين جريحة هذا وقال المفتي العام في المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز آل الشيخ إنه لم فر من القدر والقضاء في إشارة إلى الحادث الأليم من جانبه العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أمر بإعادة النظر في أسري بإدارة موسم الحج المزيد في التقرير التالي يأتي ذلك بعد تزايد انتقادات دول الجوار من بينها إيران والتركيا التي تتهمان الرياض بالتقصير في مجال تدابير السلامة وبسوء إدارة شؤون الحج أما السلطات السعودية فقد أعلنت على لسان الملك سلمان نيتها إعادة النظر في أسليب إدارة شؤون الحج ومقيس السلام المرتبضة بها بعد الكارثة هذا الحادث الأليم وقع خلال تدافع للحجاج أثناء رمي الجمرات لأسباب غير واضحة وعدت الرياض بالتحقيق بشأنها بشفافية لا تزال المحلات التجارية بمختلف أحياء العاصمة مغلقة في ثالث يوم من عيد الأضحى ولا يزال المواطن في رحلة بحث عن مسلزماته الضرورية أين بدت جل الشوارع شبهة خالية في غياب النشاط التجاري الشبهة الكامل لنتابع هذا التقرير اليوم الثالث من عيد الأضحى محلات تجارية ومخابز وحتى صيدليات مغلقة إلى إشعار آخر والمواطن في رحلة بحث عن مسلزماته بالوقت تقولش مغلوق هذا الوقت أكتشون عندي بيتزيري هنا الخبز ما عنديش باش نخدم كلش مغلوق تروح المرشي ما كاش وانت تروح ما كاش ما فهمنا أولو اليوم السبت نرم الموند دنيا قا حلا الدنيا قا مغلوقها كل مناسبة ما كاش الخبز ما كاش لحليب ما كاش هادي ما كاش هادي ويقول كي خدموا البروستيات ولا من البروستيات ما دالوا لموالو لو خدموا مكان والو والو مرشي مغلوق مبلع تروح المرشي تليبين مبلع سيبي غل معدنوس مشو نديرو بالمعدنوس حنا طوماتي شماكاش بطاطا ماكاش كل شماكاش الواقع الذي عايشناه صباحة اليوم هو غير الواقع الذي صرح به بأن نسبة استجابة التجار قد بلغت أكثر من 99% إذ لم يقتصر غلق المحلات أبوابها أمام المواطن خلال يومي العيد بل تعداها إلى ما بعد العيد لازم لازم الحكومة توقف توقف لهذا الشي هيتخوك 99% محلولين روح دوك مننا باب الوضع حتى تخلاص قاع مغلوقين وحد ما محلول ويبدو أن سيناريو المحلات المغلقة لا يزال يتكرر في كل عيد وأن التعليمات الوزارية تضرب في كل مرة بعرض الحائط لم تمر سوى أي من معدودات عن العيد الأضحى المبارك أقول وعدم سلسل الحوادث من جديد وفي أولها حوادث المرور حاصيلة ثقيلة سجلت الحماية المدنية خلال الأيام الأربعة الأخيرة نادية معزوزة والتقرير تالي مصالح العقيد مصطفى الهبيري أكدت أن تدخلاتها خلال أيام عيد الأضحى شملت أغلبها حوادث المرور اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك تم تسجيل كذلك ست حوادث مرور أدت إلى وفاة ثلاث أشخاص وإصابة سبعة وعشرين آخرين بجروح اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك تم تسجيل كذلك ثمن حوادث مرور أدت إلى وفاة تسع أشخاص وإصابة ست آخرين بجروح أتقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية خنشلة بوفاة أربع أشخاص وإصابة أربع آخرين بجروح إثر استدام بين سيارة وشاحنة تدخل مصالح الحماية المدنية امتد إلى إخماد الحرائق في عدة ولايات والتي تسببت في إصابة العديد من المواطنين قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد ست حرائق حضارية ومختلفة أدت هذه الحرائق إلى إصابة ثلاث أشخاص بجروح على مستوى ولاية بومبردس إثر حرائق شبة داخل غرفة لمنزل بالمكان المسمى حي سيد عيسى ببلدية بدوو تم إسعاف الضحايا في عين المكان ونقلهم إلى مستشفى ببلدو لتلقي العلاج اللافت في نشاط الحماية المدنية الانخفاض المحسوس في حوادث المرور مقارنة بنفس الفترة من العام الماضية لكن الحذر واحترام قواعد المرور تبقى هي كلمة السر لتفادي المزيد من الخسائر البشرية والمادية تحولت مختلف الأحياء الشعبية بالعاصمة إلى مفرغات عشوائية جراء أكوام الفضلات ومخلفات أضاح العيد المبارك التي تشوهت قارعات الطريق والشوارع والأحياء الزميلة إيمان خيار وقفت على عينات من المذكور وعادت بالأتي مشهد يتكرر كل عيد أضحى في المناطق الحضارية نفايات منزلية ومخلفات الأضاحي مرمية على حفة الطرق والشوارع روائح كاريها كل ذلك في غياب محور النظافة شاحنة رفع النفايات تضمروا استياء المواطنين على وضع يتجدد كل عام ليزيد المحيط البيئي تلوثا وانتشارا للحشرات ويبقى الجزائريون خاصة في الأحياء الشعبية يبحثون عن من يستمعوا لانشغالتهم وينتشلهم من فوضى الركام والنفايات سيما وانها جاءت هذه المرة من فضلات الأضاحي في موجة الحر تختلف الأعراف والتقاليد وتتوزع المشاهد الاحتفالية بعيد الأضحى المبارك فإلى جانب الكثير من التقوص والعادات التي ما زالت راسخة في يوميات الجزائريين برغم الثورات التكنولوجية سيما في مجال الروابط السمعي البصرية إلى أن بعض العادات لا زالت صامدة تقاوم وترفض الاندثار ومنها الإقبال على محلات التصوير الفوتوغرافي المزيد في هذا التقرير لا زال العديد من الآباء يستحبون أطفالهم يوم العيد إلى محلات التصوير الفوتوغرافية من أجل التقاط صور تذكارية حيث تشهد محلات التصوير الفوتوغرافي حركة مكثفة خصوصا من قبل الأطفال تعتبر الصور التي يلتقطها الأطفال في عيد الفطر أو الأضحى تقليدا راسخاً لا يمكن التخلي عنها في مثل هذه المناسبات بالنسبة للعادد من الأسر والتي تحرص على أصدحاب أطفالها لالتقاط الصور رغم توفر آلات التصوير الرقمية أخذ الصور التذكارية في محلة تصوير الفوتوغرافية عادة نتزال تحافظ على باريقها رغم هذا الزخم من الابتكار حيث تبقى الصورة الشاهد الوحيدة على الذكريات الجميلة التي تحملها مواعد الأفرح والأعياد سيما لدى الأطفال فعلاً ذكريات جميلة دولياً وفي إسبانيا سيتوجه الأحد نحو خمسة ملايين ونصف مليون ناخب في إقليم كتالونيا ذو الحكم ذاتي للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية محلية حاسمة قد تؤدي إلى الانفصار عن إسبانيا خلال الأشهر المقبلة لنتبه الاستطلاعات تؤكد أن الاستقلاليين الذين شكلوا تحالفاً بين اليمين واليصار المحلي سيفوزون بهذه الانتخابات بغالبية مريحة على الأقل أرثر ماس رئيس إقليم كتالونيا قال خلال آخر تجمع انتخابي سوف نلتقي مجدداً في مكاتب الاقتراع وهي تلك التي ستقودنا إلى الازدهار الاقتصادي والاجتماعي والعدالة والتضامن أما الحكومة المركزية في مدريد على لسان رئيسها فقد جدد رفضه القاطع للحديث عن الانفصال محذراً من خيار الانفصال الذي سيؤثر ليس على إسبانيا فحسب بل على كامل دول الاتحاد الأوروبي انتخابات الأحد ستكون بحسب مراقبين بمثابة استفتاء جديد للكتالونيين على مسألة الانفصال من عدمه لفرض الأمر الواقع على الحكومة المركزية في مدريد نختم جولتنا الإخبارية بالرياضة فعلى وقع المشاكل التي ضربت بيت الاتحاد في الأيام الأخيرة وقبيل أهم موعد بالموسم الكروي يتقابل أبناء فريق سوستارا الأحد مع نظرائهم من الهلال السوداني بنية تحقيق نتيجة إيجابية من شأنها أن تضعهم على بعد خطوة من حلم الوصول النهائي أعتى المسابقات الإفريقية رغم المشاكل، رغم الصعب، رغم الداء والأعداء فريق اتحاد العاصمة سيكون في مواجهة للرد على المنتقدين للدفاع عن ألوان النادي والوطن وللوقوف في وجهي الشدائد بداية مشرفة، مباريات كبيرة، أهداف جميلة هكذا كان اتحاد العاصمة منذ بداية الدوري وهكذا كان في مبارياته بدور أبطال إفريقيا المرشح والأكبر على عديد الأصعدة وجد نفسه في موقف الحرد فبعداً كان يعيش فترة مشرقة حجبت عنه قضية بالليل الشمس وادخلته وسط دوامة من الانتقادات انتقادات كثيرة طالت النادي العاصمي وتساؤلات عديدة طرحت لإدخال الشك في تشكيلة الكهرباء أصحاب اللونين الأحمر والأسود سيكونون مطالبين برد الاعتبار فبعداً حطوا الرحالة بالسودان وهم محرومين من خدمات الورقة الأهم يوسف بن ليلي بداعي الإيقاف وكذا حسين بن عيادة وأسامة درفلو المستدعين مع الفريق الوطني العسكري بحكم تعديتهم للخدمة الوطنية كما ستحرم التوليفة العاصمية من خدمات أيوب عبدلاوي بسبب تلقيه البطاقة الصفراء ليجد الكوتش ميلو الحمد نفسه وسط التحديات أخرى تخديد والتشكيلة الأساسية من جهة ورفع معنويات الكتيبة من جهة أخرى مباراة يوم الأحد بملعب أمدرمان سيغيب عنها المسامعية بين سادهم ولكن سيعيشونها بقلوبهم أمينين عودة فريقهم بفوز أو تعادل نشكر لكم طيبة المتابعة ورزغاء إلى اللقاء